فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولكن مع الأسف إننا نرى اليوم كثيرا من الأئمة خصوصا الشباب منهم هداهم الله أنهم هجر مفصل فلا يقرؤون به في الصلاة لا في الفجر ولا في غيره ولا في المغرب ولا في غيره وإنما يدخلون في أول القرآن أو في وسطه ويتركون قراءة المفصل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخف بالناس وأرفق بالناس ولما في سور المفصل من الجزالة والقوة وغرص عقيدة التوحيد غير ذلك من الأسرار التي في سور المفصل